السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المهد الفني الصحي الفرقة الثانية مختبرات طبية نعود بكم اللقاء استكمال حديثنا عن جينس كولستريديام تكلمنا في المحاضرة الثامنة عن جينس كولستريديام وتكلمنا خذنا نوع كولستريديام بوتلينيام اليوم سنتحدث عن النوع الثاني المهم من هذه الأجناس أو هذه الأنواع اللي هي كولستريديام بيرفرينجيز كولستريديام بيرفرينجيز نتكلم فيه عن الشكل المورفولوجي والكالشر المزرعة مورفولوجيا طبعا الشكل المورفولوجي للكولستريديام بيرفرينجيز هي طبعا جرام بوسطف لارج بسيلايزا متكلمنا قبل كده أنها بكتريا عصوية مجابة الجرام بتكون لارج كبيرة العصوية بتكون كبيرة الحجم كابسوليتد تكون مكابسلة نون موطايل كابسوليتد يعني السيل والمحاطة بكابسول اللي هو البولي ساكرايد وبالتالي بتكون ميكويد نون موطايل غير متحركة سبور فورمينج بتكون طبعا الجرسيوم الجرسيوم لها أربعة أشكال طبعا لها أربعة خصائص إن هي السايت الموقع من حيث الموقع بتاعتها هي سب تيرمينل يعني تحت الطرفية الشي بتكون أوفيل بيضوية الشكل كما ترى في الشكل بيضوية الشكل تحت نهاية الطرف سب تيرمينل بتكون الحجم بتاعها نون سولين يعني ما بتكونش منتفخة يعني تب داخل الخلية عادي بدون انتفاخ بالنسبة للصباغة هي لا تستبغ بصبغة الجرام ستين طبعا معروفة إن الجرسيوم لها صباغة خاصة بها غير صبغة الجرام ستين طبعا بالنسبة للسبورز بتاعت الكوليستريدام برفينجيز نادر إن احنا نشوفها يعني نادر إن احنا نعرفين إن جينس الكلستريديام أساسا بينمو لهوائيا طبعا هي ايروتيلرنت ممكن تقاوم الأكسوجين لفترات محدودة دقائق لكن بعد كده ممكن يقتلها الأكسوجين ومدرش تعيش في وجوده تنمو على ميديا بسيطة مثل الكوكد ميت بروس نحضنها لمدة 6 ساعات نحضنها عند 37 درجة وبعد كده نعمل صبكة لشعر على البلد أجار هذه طبعا هي لأنها تنمو سريعا على الكوكد ميت بروس نسميها العالم اللي ابتكرها روبرتسون روبرتسون بروس نحضنها طبعا بنحقنها فيها البكتيريا ونحضنها لمدة 6 ساعات عند 37 درجة وبعد كده نعملها لمدة 24 ساعة نحضنها لمدة 24 ساعة في الكوكد ميت بروس وممكن نعملها صبكة لشعر على بلد أجار مثل الكوليسترين بوتينين أثناء ما تنمو يظهر طبعا أنها تعمل إنتاج الغاز نتيجة طبعا أنها تعمل تخمر من السكريات الشجر في المنتر وتخمر السكريات في التكون الغاز بروتيوليتك يعني هي تعمل هيدروليسيس للبروتين وبالتالي الأمينو أسيد طبعا لما يتم تكسيره سيضمتونها طبعا ال H2S اللي هو غاز كابتة الهيدروجين بهم طبعا بلاك كالر لونه أسود الآن الأوروبك نقول أنها سيضمت الشجر بكرية لهوائية نزرحها على كوكت ميت بروث لأنه تنمو سريعا تمت المدة ست ساعات ونحضرها على تترين درجة ثم نقوم بعمل سبكالشير على البلد أجار عندما نزلحها على البلد أجار تديني ميزة خاصة بالكوليسيريوم بيرفرينجيز أنها تقوم بعمل 2 ريأكشن مع البلد تقوم بعمل ألفا و بيتا هيموليتك يجب أن تقوم بعمل ألفا و بيتا هيموليتك تقوم بعمل ألفا و بيتا هيموليتك وهو تكسير جزئي وتكسير كلي يجب أن تقوم بعمل ألفا هيموليتك يجب أن تنفرد بهذه الخاصية انها تنمي الأولى في منزلح العوض يدي واحدة من الؤساء واحدة بارشة الهيموليس الملكا ال ل rocket yeah و هذه واحدة ستكون جوانبتاę نتيجة جوانبتاة BETA بيبابتاة وi7 المستعملات تضيف زون 1 بيبابتا بتا حدود يمر 37 درجة لمدة ثلاث ايان. ايضا بيتم زراعة الكوليستريديان بالفرينجيز على ميديا تحتوي على ايج يوك اجار بتعمل المستعمرات المستعمرات بتحاب بمنطقة كده هوا بتكون معتمة لان البكتيريا الكوليستريديان بالفرينجيز بتفرز انزيم الليسيسينيز والصفار البيض يحتوي على بروتين الليسيسينيز بيعمل هايدروليسيز للحمض الاميني اللي هو السيسينيز بيعمل المستعمرات بمنطقة كده ايه محتمى وتكون ضائج السرايج سرايد بتكون ايه محتمى فبتحيط المستعمرة بمنطقة في منطقة كده ايه مهتمة لما بنامي البكتيريا دي على اجج يوك اجار عوامل الامراض المسؤول عن احداث المرض في الكوليستريدين برفيرينجز اللي بيقول عليها غاز جانجرين اللي هي الغاز اللي بيعمل الغرغرينة والفود بويزنينج اللي هو التسمم الغذائي الغاز جانجرين انتاج طبعا الغاز بتاع الغرغرينة دي سكاروليتيك ميمبرز الافراد اللي هي بتكون بتعمل فيرمنتر للسكريات زي كوليستريدين برفيرينجز كوليستريدين سبتيم كوليستريدين نيفاي وفيه بروتيوليتيك ميمبرز افراد بتعمل تكسير للبروتينز زي الكوليستريديم سبوروجينيز وكوليستريديم هستوليتيكا غاز جانجرين انتاج الغرغرينة بتاعت الغاز السكاروليتيك ميمبرز افراد اللي بتعمل تخمر للسكريات زي الكوليستريديم برفيرينجز وكوليستريديم سبتيم وكوليستريديم نيفاي والغاز جانجرين بروتيوليتيك ميمبرز افراد اللي هي بتعمل تكسير للبروتينز كوليستريديم كوليستريديم سبوروجينيز وكوليستريديم هستوليتيكا السبور فارمينج طبعا الاندوسبور الجرسومة الداخلية اللي بتكون طبعا تعتبر الجرسومة من ضمن الجرسومة 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 جرسومة الزجومة بطبعا بالتصار الموجودة الصعوبة ليطلب العيشة لا هواية ومتازة في الصعوبة التning اطلب الزجومة إنتاج الغاز توصل طبعاً للبلاد ستريم ويعمل طبعاً نقص في توالد الدم للأنسجة طبعاً في الوسط اللاهوائي أربع لسيسينيز اللي يعتبر ألفا توكسين اللي سيسينيز هو الألفا توكسين اللي بتفريزه البكتيريا اللي هي الكليسرينيان بيرفرينجيز بيعمل ألفا توكسينيز بيعمل ديستراكشن للليسيسين الحمض الأمين بتاع الأخشية كرة الدم الحمراء كرة الدم البيضاء والصفاحة الدمية فبيكسر اللي سيسينيز الأخشية بتاع الخلايا وبالتالي بيحصل سيل ديست تموت الخلايا ويعمل نيكروزيس يعمل قرح خمسة سيتا توكسين بيعمل هيموليتيك بيعمل طبعاً تحلل وفي نفس الوقت بيعمل تأثير تقرحي ستة اللي هو الديينيز بيعمل طبعاً هيروليسيس للنيكروتايتز تتديينيين والهيرونيديز إنزايم والبروتياز إنزايم والكو كو 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 كولاجينيز كولاجينيز لكلها الإنزيمات دي من العوامل اللي بتحدث المرض بسببها بكتريا الكولستريدان بلفرينجز كو انتيروتوكسينز في بعض السلالات في بعض السلالات بعض السلالات في تفلز انتيروتوكسينز بيعمل كولستريدان بيرفرينجيز جاز جانجرين جاز جانجرين اللي بتنتش طبعا الجاز اللي بيعمل الغرينة دي جاز جانجرين اديب وانت انفكشن ليدنج تو تيشو نيكروزيس وز ابور بروغنوزيس طبعا الجروح العميقة المصابة بتؤدي ان هي يحصل تقرح في العنسجة مع ضعف طبعا في التشخيص سكاروليتك ميمبرز اللي هي السكولستريدان بيرفرينجيز والسكولستريدان سيبتيام والسكولستريدان ليفايد طبعا الجاز جانجرين بينتج من الانواع دهية اللي هي السكاروليتك ميمبرز الافراد بتعمل تخمر السكريات والافراد بتعمل تحلل للبروتين منها طبعا سكاروليتك ميمبرز اللي هي كولستريدان بيرفرينجيز كولستريدان سيبتيام كولستريدان ليفاي بروتيوليتك ميمبرز زي كولستريدان سبولوجينيز وكولستريدان هستريدان جاز جانجرين اول حاجة الووند بنسبة للجرح بيكون بيكون ديب عميق في الظروف اللاهوائية الغاز جانجرين واند كونتمنتر بيكون الجرح اللي بيكون ملوث بالبكتيريا اللي هي الكولستريدان بيرفرينجيز وعادوة القيوحية في الظروف اللاهوائية واند ايروبك كونديشنز بتؤدي طبعا الظروف اللاهوائية دي للجرح المصاب بالبكتيريا دي بيؤدي الى جرمينات اوكيرز انه البكتيريا بتنمو وتتكاثر كولستريدان بيرفرينجيز ستارت تو فرمنت شوغرز يبدأ بجاء البكتيريا انه تعمل التخمر للسكريات في النسيج طبعا الجلايكول الموجود السكروريتك طبعا تخمر السكريات او تحلل السكريات وبينتف طبعا بيردوس acid and gaz ينتج الحمض و gaz يحصل تمدد للقواعي الدموية بالتالي عندما تتمدد الاوعدام ويحصل تورد الدم يحصل انه يجل اسكيميا اسكيميا وبالتالي يحصل نقص في تورد الدم وبالتالي ستموت بعض الخلايا يحصل نيكروزيس في الظروف الان الان ايروبيك ايضا بتحصل الحكاية ده من واحد لسبعة ايام افتر انفكشن بعد العدوة في الظروف اللاه واحد من العدوة بعد الإصابة يحصل انقباض لعوايات دموية وبالتالي تورد الدم سيجل تورد الدم وبالتالي الأكسوجين والغزاء سيجل الأنسجي فالأنسجي ممكن تموت ويحصل فيها نيكروزوس طبعاً اللي هو التقروحات تورد الدموية انتشار العدوى من خلال السيتاتوكسن والديينيز والهيروديينيز والبروتييز والكوليينيز يعمل انتشار العدوى البروتيوليتيك كلوستريديا الكلوستريديا الأجناس اللي هي بتعمل تحلل لأحماض الأمينية والبروتيين دايجست ديد تيشو طبعاً يؤدي إلى أنسجة ميتة سيتاتوكسن تغير في اللون تغير في اللون و باد رائحة سيئة جاز جانجرين غرينة الجاز التثميم التحدث طبعاً يحصل انتشار للتسمم التوكسن مستحيل تحلل و يقوم بغير رينا فشل لأنسجة الكلوستريديا و موتها كولستريديم بيرفرينجيز فود بويسنينج اللي بتعمل تسمم غزائي فود بويسنينج طبعا كولستريديم بيرفرينجيز سامسترينز بتكون انتيرو توكسنز سموم داخلية سموم انتيرو توكسنز في السموم اللي بتفرزها في العمعاء انتيرو الجاي من انتريك يعني العمعاء الدقيقة العمعاء الغليزة ميت كنتمينيتد وز فيو سبورس لو حصل ان اللحم تلوث بقليل من الجراسين بتاعت البكتيريا طبعا ده بيؤدي للفود بويسنج تسمم الغزائي بويلنج الغليان أسكوربيك أسيد غلاتاسيون هيماتين طبعا في ظروف اللاهاء تكون السكوربيك أسيد والغلاتاسيون والهيماتين باكتيريا ملتبلاي بتتكاثر تصل إلى 10 أو 8 كولينفورمين جونت طبعا تكاثر باكتيريا وبعدها يكون السكوربيك أسيد التصوير يفضح التصوير حيث يمكن المثال الغزاء ويوصل إلى الأمعاء الدقيقة بعد ذلك الكيروتوكسن يعمل تنتج ويتم إنتاج السموم بتاع الأمعاء وتعمل طبعا أدينيلات سايكليز للسايكليز أدينين مونوفوسفيت وهذه طبعا الانكوباتور فترة الحضانة من 6 ساعات ل 18 ساعة الأعراض التي تظهر تظهر طبعا يحصل ضائرية إسهال لا فومتينج لا فومتينج لا فومتينج لا فيفر لا حم ولا قي ولكن يحصل إسهال مشابه للضائرية الباصيلة سيريس اللي هي البكتيريا الباصيلة سيريس اللي ممكن تصيب بعض المواد الغذائية زي الأرز سيف للمتينج طبعا ما شفه ذاتيا اللي هو السهل ميت كنتميناتد وز سبور اللحم الملوث به الجراسين بتاع الكوليستريديان برفيرينج الزهوة بويلينج مع الغلايان في ان ايروبيك ظروف لاهوائية البكتيريا بيحصلها تكاسر تتكاسر يتم ابتلاع الأكل من المحتوى على البكتيريا ويوصل للعمعاء الدقيقة سمول انتستن هناك طبعا في السمول انتستن بيتم طبعا برديوسينج أو سيكريشا لانتيروتوكسنز اللي هو بيأثر على السايكليز أدنين مونوفوسفيت وبيعمل طبعا بسبب الضائرية الإسهال لاب دياجنوزيس أوفجاز كينجرين ازاي انا اعمل تشخيص للغرغرينة الغازية بالكوسريدام بيرفرينجز ربعا ازاي شئر العين اللي هاخد السبيسمين والدائر التسمير اعمل فيلم من العين من العين مباشرة كالتفيشن ازرع على الميديات اللي بنازل عليها الميكروب واعمل ايدنتفيكيشن بعد كده طبعا هي اللاب دياجنوزيس اول حاجة انها تشخص الجاز جانجرين سريريا من خلال طبيب المعالج كلينيكال ساسبكتر بيتوقع ذلك طبعا باخد عينة من الووند سواب مسحة من الجرح في عمق الجرح بعمل طبعا بعمل طبعا دايريكت اسمير وأصبح بصابقة الجرام ستين وأشوف طبعا البكترية اللي بتطلع طبعا لارج جرام بوستف باصل لاي ها جرام ستين جرام بوستف لارج باصل لاي باصل لاي وحضة الهوائي ان ايروبس على ميديا كوكت ميت بروس وعملها انكيوبيتيت عن 27 درجة منتر 24 ساعة ممكن بعمل البرد مجموعة وحضن عن 27 درجة منتر 24 ساعة ومقام طبعا بعمل طبق هوائي ايروبس والطبق هوائي طبعا البكترية ستلمو على الطبق الان الان ايروبس هي مقاومة للأوكسيجين في الفترة محدودة ممكن دقائق تحمل لكن بعد ذلك لا يستطيع التعيش في وجود الأوكسيجين اضرحها على اج يوك اجار سبطت نرية مدة 24 ساعة من 40 ساعة تظهر المستعمرات وتكون محاطة به ومن المقدم التعيش في الاؤبيك سواء مستعمرات ومقدم التعيش بتسليد ومقدم التعيش في مكتب المستعمرات ومقدم التعيش في الاؤبيك أكثر الكوليستاريوم برفرينجز لأنها تمتعيين على البلاط الأجار أفضل البلاط الأجار والبتا هيموليس بلفغرين واللون الأصفر bonzer zone علاج الميزة للكولستريديا في فرنجز لعمل ضابل زون لما نميها على البلد أجار زون alpha hemolysis وزون الثاني بيتا همر لدى روان إج يوك أجار تعمل كونز مستعمرات تحط بأوباك زون سببه الالفا توكسنز يكسر الحمض الأميني ويتكون مادة معتمة ويترسب حوالي الكولنز ويجعل طبقة معتمة حوالي المستعمرات 95 جولنز ايدنتفايد بجرام ستينج بصابقة الجرام ستينج حيث أنها منصف المستعمرات كهذا الكولنز مستعمرات خلايا بكترية موجبه هداعية للغام عصوية كبيرة تحط بأوباؤل تحط بأوباؤل تحط بأوباؤل تنينج تحط بأوباؤل للكتوز والمالتوز والجلوكوز والسكروز وتنتج الغاز لذلك عندما نميها في الميديا تدفع الميديا إلى فوقها وتكسر الميديا وتدفع الميديا الأعلى نيجلرز ريأكشن نعرف البكتيريا التي تفرز الجاز جانجرين نحن نميها على ميديا اجيوك اجار ميديا نضع البكتيريا الكوليستيريديا بصدف السيسينيز نقسم الطبق نصفين نضع الجزء يجعل الجزء يضع الانتي والجزء الآخر من الطبق الانتي الفا توكسن طبعا الانتي الفا توكسن تستعمل تستعمل نيجلرز للسيسينيز وبالتالي لا يحدث تكسير تستعمل المستعمرات تستعمل 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 نيجلرز تستعمل لذلك تستعمل بكتيريا الكوليستيريديا تستعمل الالفا توكسن اجيوك ميديا يحتوي على الالسيسين حمضة أميني الكوليستيريديا تستعمل نتمار عن المستعمل حول المستعمل تستعمل 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 منطقة تستعمل تستعمل منطقة تمنع إضافة التوكسن مرضى الالفا تكسن لأنه يعمل نيتراليز يعادل لالفا توكسن وبالتالي لا يستطيع أن يكسر النسيسين هذا هو التفاول نيجلرز رياكشن هذه البكتيريا حولها الزون في الجزء الذي يعمل التوكسن لكن الجزء الذي يعمل نيتراليز للتوكسن لكن الجزء الذي يعمل نيتراليز للتوكسن لكن الجزء الذي يعمل نيتراليز للتوكسن يمكن أن نعرف الكوليسرين بالفرينجز والجاز جانجرين في ميديا التمس ميلك يحتوي على اللكتوز ميلك الشجر وهو أحد السكريات اللبن البكتيري يتقوم بالفرمنتشن لللكتوز يتكون أسد هذا الأسد يحول الكازين ويجعله تجلط الكازين الكازين هو بروتين اللبن يتجلط يتجلط والأسد يكون الاسد ما يحول الكازين ويحصل تخسر وتجلط والجاز يقوم بالأسد السكريات السكريات تحت الجلطة الموايق تكوين التريتمة و المتبع منيج الجاز جانجرين تريتمة الجاز جانجرين تريتمة للجاز جانجرين خلال طبعا صورة جراحية قياسات جراحية نعمل إزالة ونشيل الأنسجة اللي حصل فيها التقرحات أو أننا بعمل ووشنج للجرح والأنسجة نعمل ووشنج للجرح البكترية لا تكسر فوقس الهيدروجين نعمل ووشنج للجرح والأنسجة لتخلص من البكترية العلاج أيضا للجاز جانجرين من خلال إعطاء البنسلين بجرحات عالية مع مرافق أو باتحاد الميترونيدازول هذا العلاج للجاز جانجرين نقضي البنسلين بجرحات عالية مع مرافق أو باتحاد الميترونيدازول لأن الميترونيدازول أساسا من الانتيبيتوكس اللي هي تشتغل حلو جوي جدا مع الأنيروبيك بكترية تريتمنت جاز جانجرين ألفا توكسين أنتسيروم يمكن أن أدى الأنتي توكسين تريتمنت كعلاج يساعد مبكرا في الموضوع هذا الموضوع يمكن أن تعمل التوكسين تريتمنت جاز جانجرين أضع المريض في غرف الأكسوجين الضغط العالي الضغط العالي للأكسوجين الضغط العالي لكي تنفس أو يمكن أن العلاج يكون عن طريق البتر الجزء المصاب طبعا الوقاية من البكتيريا التي تعمل جاز جانجرين كالكولسترين بالفرينجز لا يوجد لكن الوقاية تكون عن نيكروتيك تشعر إزالة الأنسجة مصابة بتقرحات تقرحات إزالة بكده وصلنا لنهاية المحاضرة التاسعة اليوم التي تحدثنا عن طيب أو كولستريديا بيرفرينجز وعرفنا الجنرال الجنرال و المورفولوجي والكالشورز والفرولانس والفرولانس وأعرفنا كيف نعمل وكيف نعمل وكيف نعمل وكيف نعمل النوع من الكلستريديا بيرفرينجز إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الاسبيشيز الثالث اللي هو كلستريديام تيتاني أتمنى لكم النجاح الباهل والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته